موسيقى تحية لكم من العراقية الرياضية نشرة الأخبار نبدأها بأهم العناوين دهوكي يواجه نفط الوسط والشرطة يلاعب النفط اليوم في انطلاق منافسات الجولة الثالثة والعشرين من ممتاز الكرة موسيقى تعادل مثير بين نفط البصرة ونفط الوسط بأربعة أهداف لكل منهما ضمن منافسات الدور الممتاز لكرة الصالات بعد أحداث الشغب الشرطة يخسر أمام الحجد بقرار تحكيمي في مباراة المربع الذهبي لكرة السلة تحية لكم تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدور الممتاز بإقامة مباراتين إذ يلعب الشرطة أمام النفط في ملعب الشعب الدولي سعيا منه لخطف صدارة الترتيب من القوة الجوية في حين يستضيف دهوك في ملعبه فريق نفط الوسط هذا وستقام يوم غدا السبت أربع مواجهات وستجرى يوم الأحد المقبل أربع مواجهات في نهاية الجولة الثالثة والعشرين قررت لجنة المسابقات تغيير موعد مباراة نفط ميسان والطلبة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدور الممتاز وذكر اتحاد الكرة في بيان أن اللجنة قررت تغيير توقيت مباراة فريقين نفط ميسان والطلبة المقرر إقامتها ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين لمنافسات الدور الممتاز من موعدها المحدد سابقا وهو الثالثة والنصف عصرا إلى موعدها الجديد الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل في ملعب ميسان الأولمبي والذي جاء بعد التأكد من عمل الأضواء الكاشفة في ملعب ميسان الأولمبي وفي منافسات الدور التأهيلي إلى دور الدرجة الأولى إذ عدى فريق نفط الشمال فائزا على نادي هندرين بسبب عدم حضور الأخير لمباراة ضمن منافسات تأهيل الدرجة الأولى للمنطقة الشمالية ترجمة نانسي قنقر فترة مناسبة وكنا نتأمل حضور الفريق لكسب نقاط المباراة لكن قدر الله أنه ما أحضره للمباراة وبالتالي حصلنا ثلاث نقاط لكن حقيقة ثلاث نقاط بغياب الفريق ليس من نفس طعمه لتحقيق النقاط الثلاثة إذا أجل فريق الضيف لأن فريقنا استعد من فترة طويلة يستعد لهذه المباراة والحمد لله والشكور المهم بالأخير حصلنا ثلاث نقاط نستعد للمباراة الثانية التي سنلعبها أمام نادي المواجد الموصل في الموصل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دور كرة الصالات انتهت مواجهة نفط البصرة ونفط الوسط بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل منهما قاسم مشترك في مباراة نفط البصرة ونفط الوسط والحصول على نقاط المباراة وإن كان الأول يتفوق بفارق نقطة عن ضيفه بداية الشوط الأول تقدم مبكر لأهل الدار عن طريق اللاعب حيدر مجيد ليعدل سالم فيصل الكفة بهدف التعادل ليعود فرسان البصرة بالتقدم بهدفين ويبدو أن الشوط الأول لم يبح بكامل الأسرار ريمونتادا من عندليب الفرات تفرض التعادل قبل نهاية النصف الأول توقع الجميع حال الشوط الثاني سيكمل القوة والإثارة في الأول ولكن عكس التوقعات كثرت الاعتراضات على قرارات الطاقم التحكمي لتتلون المباراة بالكروت وقبل النهاية وليد خالد يسجل للضيوف الهدف الرابع من علامة الجزاء ولم يقبل حيدر مجيد مغادرة اللقاء من دون توقيع الهاترك في شباك نفط الوسط لينتهي اللقاء بنتيجة أربعة أهداف لمثلهما فريقنا الشوط الأول تقدم وكان الأفضل سجلنا ثلاث أهداف بس للاسف يعني تراجعنا تراجع مخيف ما خلران فريق نفط الوسط يعود للمباراة شوط ذاني مثل ما شفته يكون يعني بعض الأخطاء الفاولات اللي ضغط بها فريقنا على العموم هو هاي حال كرة القدم نقول الحمد لله والشكر الفريقين طموحهم الصدارة يعني هالمباراة كانت أنه نقاطنا تفيد والنفط الجنوب نفط البصرة العفو نقاطهم وتفيدهم بس الحمد لله والشكر هذا قدم اللاعبين اللي قدروا عليه وما قدرنا نحن نحافظ على الهدف واستقبلنا هدف والحمد لله والشكر المباراة ما ردناها مثل ما هيش تصير تعادل احنا فريق منافسة على لقب الدوري ومثل ما تعرفين نتيجة خدمة نادي مصافي الوسط اللي هو أول انت تلعب مثل لعبة شبيرة مثل نادي نفط الوسط الحمد لله والشكر يعني بعدنا بالمنافسة وعازمين على تحقيق لقب الدوري نقطة أحسن من ماكو بس يعني والله الأخضين ما أدريش أقول يعني حرامات احنا نتعادل والله أحسن فريق يلعب كرة الصالات بالدوري بس السنة ما أدري سوء طالع ماكو توفيق ما أعرف شو نقع عسر كل آخر دقائق يجعل يعني آخر ثواني يجعل يعني الحمد لله والشكر فريق نفط البصرة فريق محترم وبين أرضه وبين جمهورة أنا يعني اللاعبين أشكرهم على هذا الأداء قدمنا أداء يعني مستوى عالي إلى آخر دقائق من البصرة طارق الطروش العراقية الرياضية تمكن فريق الشرطة من الفوز على فريق آليات الشرطة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دور كرة الصالات نظم النشاط الرياضي والمدرسي في محافظ الذقار بطولة رمضانية بخماس الكرة شارك فيها جميع عقسى مديرية التربية حرص أغلب منتسل لم يكن الحذر من مواجهة فريق بحجم الشرطة حاجزا أمام مدرب آليات الشرطة علي طالب لبدء أول الدقائق بالزيادة العددية واستحواذ على اللعب الأمر الذي دفع الأفغاني جواد حيدر لاستغلال هذا الحال ووضع الكرة في الشباك الخالية من حارس آليات الشرطة لم تتغير أجواء المباراة عن سابقها وبقي الأداء الفني على حاله حامد علاء كرار المشهد الأول بنفس الطريقة وتقدم بالهدف الثاني للشرطة حالة من التوازن سيطرت على اللعب لكل الفريقين بهجمات دون خطورة تذكر لغاية انتهاء وقت الحصة الأولى الإيراني بيمان فريدون بعثر مخططات الخصم وسجل هدفا ثالثا لفريقه في أول ثواني الحصة الثانية تلاه رضوان أحمد الذي رفع الحصيلة الأربعة أهداف رغم تسجيل الهدف الوحيد لآليات الشرطة الذي قلص الفارق لأربعة أهداف مقابل هدف عمق عزة كامل جراحاتهم بالهدف الخامس الذي أنهى بصيص الأمل للاعبي الآليات ورسم الفرحة على شفاه لاعبي الأخضر بالانتصار ومواصلتهم للمنافسة على اللقب ما عندي البديل البودلاء الأربعة أنا ستايلي يعني ستايلي السيستم اللي لعبه 4-4-4 ثلاثة قنوبات 4 ألعب 3-1-2-2-4-0 أوكي ما عندي إمكاني أثار اللاعبين فأني الباور بلاي سلحظوا حديا أقدر أجار نادي الشرطة بدينيا وأقدر بإمكاني أخلي الكورج قد ما أقدر أخليها بحاوستي لو لأ الأخطاء قلت مثل ما ذكرنا قلت خبرة لاعبيني وخبرة نادي الشرطة والحارس أحمد دريد اليوم أنقذ كثير من الأحداث لو لأ أحمد دريد لا كانت النتيجة مختلفة اليوم طبعا هو لعبه طريقة الباور هو مثل ما قال سلاحظوا حدي بس هو رات يطلع بأقل أخطاء أنت تعرف الباور شوية نقدم في المدقل لو لأ الباور لا يطلع بنتيجة يعني فارق يعني فارق شبير المبروك إنه وهاردك للفريق والقادم أفضل إن شاء الله أحمد الهارف العراقية الرياضية بغداد هدفها خلق جو المنافسة الرياضية بين موظفيها مديرية تربية ذيقار قسم النشاط المدرسي تقيم بطولة رمضانية بخماس الكرة لموظفي المديرية تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير نظم النشاط الرياضي والمدرسي في محافظ الذيقار بطولة رمضانية بخماس الكرة شارك فيها جميع أقسى مديرية التربية حرص أغلب منتسبي التربية على استثمار هذه البطولة والتواجد فيها زاد من عدد المشتركين الذين وزعوا أنفسهم إلى 14 فريقا اليوم موظفين فريحين بها كذا بطولات وبهجين وتعارف أكثر تقارب في وجهات النظر يعني هذه البطولات نحتاجها صراحة كموظفين دولة كرة القدم هي المتنفس الوحيد التي تجمع الموظفين والشباب وحتى يمكن الأطفال فهو هذا المتنفس الوحيد الذي يفائد المجتمع المحافظة الذيقة أجواء ممتعة وفرت هذه البطولة بحسب المشتركين الذين وجدوا فيها فرصة للقاء بعض بعيدا عن ضغوط العمل وسط مسابقة ودية لا تخلو من الإثارة والندية نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله هي بطولة لغرض الترفيه وتقارب بين الموظفين إن شاء الله طبعا هذه أجواء حلوة بعيدا عن روتين العمل وطبعا بطولة كانت هي كلش حلوة واليوم فزنا احنا خمسة واحد قسم تربية الناصرية ومبادرة كلش حلوة يعني وطالبت الأقسام المشتركة أن توسع البطولة في الموسم القادم لتشمل باقي أقضية ونواحي المحافظة مثل ما لديهم خبرات تدريسية وتربوية يقدموها خلال الموسم الدراسي كوادر تربية محافظة ذقار لديها إمكانيات كروية تحاول أظهارها خلال هذه البطولة الرمضانية من الناصر يحمد يونس العراقية رياضية احتسب حكم مباراة الحجد الشعبي والشرطة الحجد الشعبي فائزا بعشرين نقطة مقابل لا شيء في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات المربع الذهبي البلاي أوف بالدور العراقي الممتاز لكرة السلة جاء ذلك بقرار تحكيمي على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها المباراة والتي أقيمت على ملعب صاعد الشعب ببغداد وتوقفت المباراة قبيل نهايتها بست دقائق وخمس وأربعين ثانية بقرار حكام اللقاء بسبب شغب بعض جماهير الشرطة رغم تقدم الفريق بست وثمانين نقطة مقابل ثمانين نقطة واستمر توقف المباراة لخمس وأربعين دقيقة وهي المدة التي قرر خلالها الحكام طرد جمهور الشرطة لتجاوزهم لكنهم رفضوا الخروج وقرر طاقم التحكيم اعتبار الشرطة خاسرا بعد تجاوز جماهيرهم على الحكام برمي الزجاجات التي وصلت أرض الصالة احتجاجا على طرد مدرب الشرطة محمد النجار لاعتراضاته المتكررة ومن المقرر أن تقام مباراة أخرى الأحد المقبل بعد تعادل الفريقين بعدد الانتصارات أقام الاتحاد الفرعي لكرة السلة في محافظة ديالة بطولة رياضية ودية حملت اسم الراحل طارق لطفي شارك فيها 22 فريقا الهدف منها اكتشاف المواهب الرياضية في اللعبة تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير بعقوبة تحتضل بطولة ودية بكرة السلة للبنات والبنين نظم الاتحاد الفرعي بكرة السلة بالتعاون مع كلية بلاد الرافدين بطولة المرحوم طارق لطفي الودية الرمضانية بمشاركة 22 فريقا من داخل ديالة وخارجها لدعم تنمية المواهب الشبابية لا سيما الرياضة النسوية في هذا المجال من الرياضة لأول مرة في ديالة بكرة السلة يوجد جمهور عوائل اللاعبين حضروا وبشغف فكانت حقيقة بطولة راعة جدا استفادنا منها الكثير ظهرت لنا خامات جديدة ممكن الاستفادة منها بالمستقبل احنا ايضا ان نبرز ان الساحية فقط ليس فقط لكرة القدم وان كرة السلة هي لها جمهورها ولها لاعبها وإلها ولها مشجعها للأمانة اشكر القائمين على الاتحال كل من دكتور يسار والكادر الإداري المعام على استقطاب هكذا مواهب بناتية لاحياء الرياضة النسوية في المحافظة وخاصة في كرة السلة وشاركت 16 فريقا لفئة الرجال في هذه البطولة من بينهم فرق من كربلاء مقدسة وبغداد وحصل فريق بلاد الرافدين المركز الأول في هذه الفئة وشاركت 6 فرق للبنات من مختلف أنحاء ديالة وفاز بها فريق شهربان وهذه البطولة هي فرصة لهم لتنمية وتطوير قدراتهم الرياضية والبدنية وبحضور العائلات البعقوبية شهربان شاركنا في بطولة رمضانية كانت فرصة لنا حلوة وإن شاء الله القادم أفضل نحن نادي بلاد الرافدين الرياضي شاركنا بهذه البطولة الرمضانية الودية كانت فرصة لنا أنه نظهر مواهبنا في كرة السلة ولتنمية مهاراتنا في كرة السلة ونتمنى أن نشاركوا بطولات رسمية هيا أولادنا فرصة لهم مثل هيتش بطولات يلعبون بيها وشاء الله يلعبون إلى فرصة أكبر وأكبر أكثر من عشرين فريقا من داخل المحافظة ومن خارجها شارك في هذه البطولة الودية الرمضانية بكرة السلة والتي نظمها الاتحاد الفرعي لللعبة للنهوض بالمواهب الشبابية الرياضية لا سيامة الرياضة نسوية المحافظة الهديالة دريد المعموري العراق الرئيلي أكد نائب رئيس الاتحاد العراقي للغولف وصف الكناني بأن أول بطولة عربية في اللعبة ستقام بعد اكتمال ملعب أربيل حرصا من الاتحاد في احتضان كل ما يخدم هذه اللعبة ينشأ في محافظة أربيل العزيزة هذا الملعب سيكون هو يستضيف أول بطولة عربية سنة 2025 حسب ما وقررت والاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي لالاتحاد العربي في تونس بعد مشاركتنا في البطولة العربية في تونس كان من ضمن القرارات أنه أربيل تستضيف البطولة العربية لـ 2025 وهذا أنا أعتبره أول خطوة كبيرة لنشر لعبة الغولف بالعراق والخطوة الأخرى العمل جاري الآن بالملعب وكانت آخر زيارة قبل أسبوع والاطلاع العليا وأعتقد أنه نهاية الشهر الثامن يكون جاهز للبطولة بالإضافة إلى ذلك نحن الآن في بغداد نسعى لإقامة ملعب تدريبي بالعاصمة بغداد هذا الملعب هو لإقامة الدورات للمبتدئين لتعليمهم رياضة القول بأساس رياضة القول وتعليمهم القانون اللعبة وكيفية ممارستها من خلال إقامة الدورات ستكون بعد رمضان إن شاء الله بعد ما يجهز الملعب سيكون لدينا دورات تأهيلية أو تعديمية للممارسين لعبة القول بالإضافة إلى دورات تطويرية للحكام وأيضا للمدربين حقق الرياضي جرجيس رشيد رقما قياسيا جديدا في رياضة الضغط ساهم في إدخاله للمرة الرابعة على التوالي موسوعة جينس للأرقام القياسية تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير امتلاك الحافز وبلوغ القوة والانطلاق نحو النجاح ذلك هو الطموح الذي دفع الرياضي جرجيس رشيد إلى تحقيق أرقام قياسية عدة أدخلته موسوعة جينس العالمية من أوسع أبوابها وذلك بتسجيله أربعة أرقام في تمارين الضغط آخرها كان عام 2022 إذ استطاع حمل 30 كيلوغرام على ظهره مدة ساعة كاملة أول بداية سنة 2017 تحتيم رقمين العالميين في موسوعة جينس 2500 بوش أب خلال ساعة واحدة و555 بوش أب خلال دقيقة واحدة وهذا الآن تحتيم رقمين العالميين سجل باسم محافظة الدوق دخل هذا الموسوعة شنتوية من 2013 أنا راح تيام خبارني قال لي أنا أريد أدخل موسوعة جينس شفت صبورة على الحائط مكتوب عليها 12 أرقام قياسية هسا هو حقق منها تقريبا 6 4 جد الشهادات 2 بالطريق إن شاء الله يحقق البقية لأن عنده طموح بعد أن سجل هذا الرقم باسم محافظة دهوك يسعى جورديس أن يحطم أرقاما جديدة في باقي محافظة العراق من أجل أن تدخل هي الأخرى موسوعة كينس للأرقام القياسية طموحا تحتيم كل أرقام قياسي في كل محافظة العراق وسجل كل أسماء المحافظة العراق سجل بالموسوعة واسمها من حروف الذهب في هذه الشهادة العالمية أنا أفتخر جدا أنه هو ابن مدينتي وشخص قريب علي ونحن في أكثر من مناسبة تحدثنا معه واليوم هو صاحب مشروع وهذا المشروع على مستوى الشخصي هو نجح به ويحاول يقدمه للشباب الموجودين في المدينة وعلى مستوى العراق أيضا نحن نفتخر بشكل شاب أنه سوى هذا الطموح الذي يمكنه كثير شباب يمكنه يسوها ولكن لا يمكنه إرادة جارجيس هو شاب موهوب بشدة على تمارينه تمارينه على بطل طرز اسمه للمرة الرابعة ودخوله موسوعة جينس للأرقام القياسية ويسعى جارجيس تقديم الأفضل وتوثيق أرقام قياسية أخرى تدخل الموسوعة العالمية سرعيات العراقية الرياضية دوهوك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر